ده جزء كمان من ده جزء جزء من الشغل وانا يمكن من ثلاثة اسابيع كنت بكلم حراركو على السيد الرئيس بيكلم الكبري اللي عندي نادي الشمس وقدام ناحية فندق السلام كده اللي قطع نادي الشمس وجاي ناحية الحرفيين وهيدخل على ناحية محط عدل منصور والمنطقة اللي هناك ده كبري ده يعني اعتقد كمان بكرة بعده اليومين الجاين دول خلاص كانوا بيشطبوا فيه في ظرف ايه نتكلم في ثلاثة اسابيع كان لسه يدوب بيشتغلوا في نادي الشمس واخدين حطة ارض جزء كبير جزء في نادي الشمس اعتقد منه كبريين بتعملوا واحد في نص النادي واحد في اول النادي من ناحية قبل النفق اللي بيدخل على طريق الاسماعيلية ده جزء من الحركة الانفاق تسهيل على المواطن اللي هنا زيه كمان اللي هيتم كمان فيه مناطق شرق القاهرة ومصر الجيدة وغيرها رئيس كلم واحنا بنعمل ده النهاردة شاف المنطقة مصطرد انحياز الناس قال انحياز للمواطن تاني لغة الانحياز للمواطن مصنع سيد طرق الملة مهندس طرق الملة النهاردة مصنع مصرد ده افتتح سنة تسعة وستين كم تسعة وستين يعني واحد واربعين سنة واستمروا وشغالوا والنهاردة بنعمل مصنع وحاجات رئيس طبعا لما شاف ما عجبوش العايز الناس يعني عندكوا سسمرات بالمليارات اللي موجودة دي بالشركات البترول الكبيرة كيمويات والبترول وكيميوات الكبيرة وكل ده وسبيل منطقة كده يعني سبيل منطقة مفروض كان يبقى فيه فقال لهم هتعملوا ايه للناس عايزين يعني نعمل حاجة كويسة يعني الناس اللي قاعدين في بيوت كذا لا هنعملهم حاجة كويسة هتدفعوا كام كان بتكلم دكتور رحمة هيكل رئيس شركة القلعة فدكتور رحمة بنعمل خدمة مجتمعية وحاجات اجتماعية للناس تلاتة مليون دولار قالوا تلاتين مليون فتلاتة مليون دولار للناس ولكن بنعمل كمان وحاجاته وبيعملوا حاجاته لا انا عايزة اعمل حاجة للمنطقة مش لبيت لا المنطقة بالكامل اللي هو بتغير حال الناس بمعنى لا صح يتعملهم طرق يتعملهم بيوت مدارس يتعمل حاجة محترمة الرئيس عمل ايه هيعمل ايه مليار جنيه لمدة خمس سنوات كل سنة مليار لمدة خمس سنوات ولو احتاجنا اكتر عشان نغير المنطقة هو ده فيه اهتمام بالمواطنين اللي ساكنين هنا طب ما هو اربعين سنة اربعين سنة حد تتكلم وهنعمل ونعدل ونغير ونزبط وحال المنطقة دي تنعدلها وحياتهم وده ايه هو ده المين وده بتعمل مين هستفيد منه انا اللي هستفيد منه ولا هالي مسترد اللي هو اربعين محد الساعة اربعين سنة من ساعة تفتاح اول مصنع لحد النهاردة طب هو النهاردة كان لو الافتتاح تم والرئيس مش كان حد هيقول لا ما عملتوش لا حدش كانوا ما عملتوش ما هو بقلنا اربعين سنة في الموضوع بس انه حد بيشوف وانا عايز اصلى حياة الناس وعايز اغير حياة الناس الافضل مش لعشان النهاردة عشان بكرة انه فيه هنا ستسمرات بالمليارات في المنطقة فاقل شيء الاهالي يستفيدوا من الستسمرات اللي عندهم انهم تحملوا سنوات صعبة المصنع دي كان بيبقى قبل ما يبقى المصنع ده مصنع من احزس مصنع موجودة تكنولوجيا بتاعته واللي ممكن منتقل طبعا هو الاكتفاء الذاتي ومصر وكله لكن التكنولوجيا بتاعته زي السولر بنزين اللي موجود في كل دول دول كلها اوروبا تحديدا لو اوروبا عايز لو العادم بتاعه له درجة معينة نظيفة لو انت فكرت اود اوروبا هتود اوروبا يستوردوا منك بس احنا عندنا ده الجوة فاق الزاتي محتاجين ده عشان اقفل فطورة ان انا بستورد قد ايه بكم